أجمد أكلة في اللقصر يا جماعة راحين في البر الغربي مكان اسمه نيوبين هاوس بيعمل أكلة بيتية راحين يجربوه يلا بينا راحين دلوقتي نركب المعادية بتاعت الأهالي اللي بتودي البر الغربي حاجة كده عمل زي الباخيرة حاجة كده حاجة كده الواحد على فطاره من فطار الفندق نحن جعلين جداً يا رب الأكل يعجبنا كما سمعت وصلنا يا جماعة البر الغربي أول ما بتوصلوا بتاخدوا شمال على طول آآ بتمشي عشر دقائق منطقة اسمها الرملة على شمال المعادية اللي انت بتعديها وبتوصل على طول المكان اللي احنا راحينه مطعم بسيط كده اسمه نيوبيان هاوس فاحنا راحين هنكتشف مع بعض يلا بينا مش مهم انتو مش شايفين حاجة بس احنا فطارنا للمطعم مكان مفيش في نور خالص خالص بس انتو هاكيد سمعين الصوت يعني ها يا مسحر تقريباً احنا وصلنا يا جماعة يافتك كده اصغلنانا نيوبيان هاوس يلا بينا وصلنا للمكان يا جماعة مكان مكان ايه مفتك فيه تقريباً تقريباً وصلنا للمكان يا جماعة هو بيت عادي بيت بسيط كده وشكله اكل بلدي واحمد هايندم احمد يا جماعة بيأكل سمك ماشوي ولا مقلي فمش هيكل يا ابني طب كل فراخ ايما انا بيقولت لك انا بمح هاكل لوحدي انا بيقولت لك انا بيخش لسمك ولا لحمة ولا التخبر انا بيقولت لأكل سمك فالتيت سألته قال لي بس سمك ماشوي المكان كان كله وحنا في الطريق ضلمة بس المكان هنا حلو هو بيت بسيط جداً زي ما انتوا شايفين بس الاضاءة مش هتزبط ببسيط وقاعدة بسيطة واكل بيتي وفرن بلدي وان شاء الله هنبسط يعني هنزل هوريكم الاكل لما ينزل نين بسيط جداً وقاعدة جميلة كان نفس اجيب النهار والمكان على النيل مبارشة النيل هناك اهو هاخدكم هناك النيل هنا بتيجي بالنهار اكتر لان الفيو بيبقى تحفة بالليل صعب فانا كنت في معبد الكارنك فاتأخرت الصراحة ومعرفتش اجي بالنهار النيل هناك مكان ريفي جداً ودي نيوبين هاوس وان شاء الله نبسط من الاكل نزلونا بقى كاركدية يا جماعة الكاركدية هنا اصلي طعم حلو قوي هنتسلى فيه على ما بقت الاكل ينزل سمعيني الصوت يا جماعة الاكل نازل سخن بيبق بق الاكل نازل سخن جداً يا جماعة سمعيني الصوت اصلاً بتطلع من على النار علينا على طول لأ شكل شكلنا هنبسط النهار الاكل ده كله وجبة صح؟ هاكلوا كله ده الواحدي حبيب طاجن بطاطس طاجن كامل ما شاء الله وطاجن بسلة ورز طاجن برضو رز وملوخية وفراخ معمولة في طاجن برضو شكلها حلوة قوي وسلطة ومية كل دي وجبة متكاملة دي وجبة كاملة لفرض واحد يا جماعة وسعرها حلوة قوي هقول لكم على سعرها اخره فيديو الاكل شكله يفتح النفس نبدأ فعلا نقول بسم الله لأ وفيه اهتمام يا جماعة شغلات مدينة والشغل اللي حلوة الشغل جامد والله شغل فنادي بجد والرز ما شاء الله كمية كبيرة جدا نجيب قليل من الرز وانا بحب البطاطس جدا نجيب شواء البطاطس من اللي كانوا سخنين نارد الاكل بيتي درجة اولا بجدها هناك بتاكل في البيت وحاجات شكلها حلوة قليل من البسلة انا مش عارف الصراحة كل ده الفرد واحد ازاي يعني هاكل كل ده ازاي مش فاهم والله نجرب كده الرز مع البطاطس والله العظيمة الرز والبطاطس حيوانين قوم في البيت فعلا والله انت في البيت نجرب بقلم الملوخية الملوخية مش هاتوبة زي بتاعت البلينس يعني بس شكلها متماسكة والله متماسكة جدا الملوخية طب والله هي جمدة جدا طب جرب تاخد بس والله تعالى جرب بس الملوخية احمد جماعة ما جابش مش كانش عايز يأكل بس الصراحة شاف الوجبة مبسطة دوق بجد الملوخية دي فضيع بجد تعالى كل سمكة عبد الله الله انا جاي تماغي بس كل بس الملوخية وكلها مع كلها الواحدها كده الجامدة والله ما فيش فاها غلطة الله حلو قوي كل واحدها كده كلها الواحدها حلو قوي جميلة والله جميلة جدا والله بضم جاملة الاكل حلو قوي انا مش عارف انا اخلص الوجبة ازاي اصلا حلو قوي الفراخ بس ايه بتعطسي كانت فاهم ما هيش ما مش نستوها في الفرن هي يعني اكلناها مسلوعة عادي وعملناها في فص ودخلناها في فرن اقل فاشيات محتاجة تبقى ترية شوية انا النادل لما بيعجبني ملوخية يعني ملوخية البرنس ازاي ما قلت لكم اصلا كانت عاجباني جدا وانبهرت بيها دي تاني واحدة بعدها بجد لها الناس ضبطة الاكل حلو قوي صارتة خدرة اللي بتوع الضايت بقى طبقة كبيرة يد والله العظيم نفس السelطة. بقولها في البيت فعلا بقول كده السلطة? اللي دخل دماغي الملوخية الملوخية زي البيت بالزبط. وهو دا الاكل اللي بندور عليه يعني انا قلتلكوا اجمد اكلها في اللقسر اللي هو الاكل البيت اللي احنا مش متعودين لناكله برنة. يعني احنا كنا في ما también وفي كنتاكي ما انبسطناش خالص يعني. الاكل دا اللي بسطنا. يعني هو دا اللي احنا بحسنا عنه لقينا الصراحة اجمد اكلة في اللوق صار بينها بنازع. يعني انا قلت لكم الفراخ بتعد شوية بس فعلا ان هم بنعملها في البيت كده. اللي هي بتبقى ايه? السدري مش دايب قوي. بس الصراحة طعمها حلو. عايز اقول لكم يا جماعة للصوص اللي جامع الفراخ ده رهيب. يعني خدوا شوية فراخ كده مع الصوص الاحمر اللي جاي مع الطاجن ده جامد قوي. جامد قوي بجد. الاكلة دي لو برا جماعة بالكمية دي تدخل لها في امتين وخمسين جنيه يعني مستريح. وكمان احنا بنأكل فردين والله العظيم احمد مكانش نوع يأكل بس ما حافظوا الاكل. والكمية بنأكل احنا اتنين عادي. يا صاحب البطاطس دي انا وانت كمان مش هنضع في خلاصة. طاجن بطاطس كامل كبير جدا. احنا عمنا بسطين الصراحة. عمنا بسطين جدا. بص رجال حاجة. لو احنا كنا عادين كمان ببقرة. ام. مكسم بالله كنا نجي نتخذ ده ايجا. وش لو قاعدين كمان يوم كنا جينا جربنا بعد اللحظة. بش ما يتعفشت البلد هناك وما فيش اتلك البلد. فعلا. نادر لما تلاقي اكل بالحلوة دي في اللقش. متخيلين اصلا احنا جايين من المكان ده ما فيش نور خالص. ام ما قدش طاق على انا اجي الاقي اكل بالحلوة دي. تقريبا باخر مطعم في الصفة. وده تقريبا لقلقك برضو صح? اه. طريق. واحد قال لي اخر حاجة بتاع انا اخيها جاند اول. اكل حلوة جدا خلاص الاكل ده كله بقى. واقول لكم الخلاصة في الاخر والاسعار كلها. تسلم ايدك. تسلم ايدك يا محترف. اسمك ايه? حبيبة محمد تسلم ايدك يا غالي والله عليك انا بضيافة ده. هزعلكوا جماعة لسعر الواجبة كل ده بمئة عشان جنيه بالنسبة للأسر. والكمية دي ممتاز ممتاز ممتاز. ودي كانت تجربة الاكل في مطعم بجد انبسط جدا. وكاركا دي كمان. اه لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك واشوفكم فيديو جديد. سلام.